أكد سعادة الدكتور عبدالطيب راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين تأمل أن تراعي دولة قطر في سياستها الخارجية وحدة شعوب الخليج العربي الممتدة عبر السنين وما يربطها من وشائج القربة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة وأن تأخذ في الاعتبار أن الشعبين في البلدين الشقيقين هما شعب واحد تجمعهما أواصر الأخوة والمصير الواحد وقال سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين التزاما منها بما نص عليه بيان قمة العلا وانطلاقا من نواياها الطيبة تجاه الأشقاء وجهت إلى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر دعوتين رسميتين لإرسال وفد قطري لعقد المباحثات الثنائية بين البلدين في مملكة البحرين لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين تنفيذا لما نص عليه بيان قمة العلا والمضي قدما في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك والحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأوضح سعادة وزير الخارجية أن وحدة الصف بين الدول العضاء في مجلس التعاون مطلب شعبي لكافة أبناء دول المجلس وهو ما نص عليه بيان قمة العلا والذي أكد على التزام الدول بتضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال وبوقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها وأكد سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين تتطلع إلى أن يمضي الأشقاء في قطر على الطريق السهل الصائب الذي يحقق الوحدة الخليجية بأسمى معانيها وقيامها المتأصلة في وجدان الشعوب وتدعو دولة قطر إلى التفاعل الإيجابي مع قرار مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن تعديل الخطة الإقليمية للملاحة الجوية لإقليم الشرق الأوسط والذي يدعو البلدين إلى إتاحة المجال أمام المساعي الحميدة لرئيس المنظمة للوصول إلى توافق بين البلدين حول تنظيم الحركة الجوية في المنطقة بما يضمن أمن وسلامة الطيران المدني الدولي ويحفظ حقوق جميع الدول الأمر الذي سيؤدي إلى ترسيخ وحدة الصف الخليجي وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك نحو مزيد من التكامل والترابط ترجمة نانسي قنقر